لقد سلك المستشرقون وسائل عديدة لتحقيق أهدافهم منها التدريس في الجامعات وجمع المقطوطات العربية والتحقيق والنشر والترجمة بالإضافة إلى اشتراك بعضهم في المجامع العلمية واللغوية في العالم الإسلامي كجيب وماسينيون ونيكلسون ومالجيريوت وغويدي الإيطالي وجيسو الفرنسي وهؤلاء جميعا سلكوا تلك الوسائل لتحقيق الهدف الأسمى وهو تدمير العالم الإسلامي وسوف نلقي ضوءا سريعا على أخطر الكتب التي بثها المستشرقون على الإطلاق أول هذه الكتب دائرة المعارف الإسلامية هو معجم ألفه المستشرقون لخدمة النصرانية واليهودية حيث إنهم لم يتركوا شيئا من عقائد الإسلام ولا شرائعه إلا صوروه لقرائهم بما يخالف الصورة الحقيقية عن الإسلام وما يشوه من الحقائق عرضوه بصورة عادية لا مزية فيها كما كان من وسائل المستشرقين قاموس المنجل وهو طافح بالتعصب والحقد على الإسلام وهو مليء بالأخطاء التاريخية والعلمية كذلك كان من بين مؤلفاتهم الضخمة المليئة بالأحقاد والضغاء الموسوعة العربية الميسرة وهذه الموسوعة تعرض المعلومات الإسلامية بصورة ضعيفة وفاترة بالإضافة إلى عناصر تشويه التاريخ بهدف خدمة المخططات الصهيونية حيث تعبر عن وجهة نظر اليهود في كثير من المسائل وهو بالإضافة إلى كتاب يقظة العرب الذي ألفه جورج أنتونيوس وكتاب شمائل المصريين الذي وضعه إدوارد ويليام وهذه كلها للأسف نجدها في كل المكتبات العامة وفي المعاهد التي يتعلم فيها أبناؤنا ومن هنا يكون الخطر على أفكارهم ومستقبل أمتنا